المراقبون الدوليين لأرسلوهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو لسا لحد حسا محتجزين في الفندق مكافحة الغش حرقت كمية كبيرة من المنتجات المحضورة والمنتهت الصلاحية التم ضبطها أو كربوها في الجمارك المجموعة التشاورية الجهات السياسية قادة تسوي اجتماعها في قاعة المدينة يوم الجمعة استراتيجية التوعية الجمهورية مرحبا بكم من جديد مشل ما قلنا في العناوين بعد ما مدينة انجمينة سجلت أول مطرة تقيلة وزارة استصلاح العراضي والتمدن والسكن قاعدة جاهز لتوقف الفيضانات المتوقعة للسكان عشان ده الوزير محمد السليك حالاته مشى اليوم في كارتيحانا انجايري في الدائرة الثامنة أو التيم أرون دي سما لعشان يطلق رسميا الحملة هنت النظافة في الكانفهات في كل الدوائر حنى العاصمة انجمينة مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد بدر الدين محمد الأرض خلّه الوزير عن استصلاح الأراضي والتمدن والسكن يطلق رسميا الحملة هنت النظافة الدروب عن المي في داخل الأصمة انجمينة الهدف من الانطلاق دي يقوم بزيارة في الهلال الأواصم اللي بكون فوق ضهاية عن الفيضانات عن المي الخريف السني لكن حتى تصرفاتنا السكن قولا غاد بيتهيرا للوزير محمد السلك حالاتا بقول إذا كان غادين نشوفو كتير من الوساخة دي جاي من الناس أشان دا طلب من كل السكن ما أي وكد بس يلومو ولا يشكل الهكومة ويشكل المري ولا البلدية لأن السكن هم هم قولا اندو مواجبات لازم يقوم بيها في النظافة ويهترموا البيئة الهم قد انفقا الأملية هي أن فتحان المجاري لألمي الخريف في الأصمة انجمينة دا بدأت تقريبا عند شهر كامل وممولة من المشروع الشامل لمهاربة الفيضانات في انجمينة والمشروع دا من البنك الألمي المجموعة التشاورية للفعالين عن الأحزاب السياسية اللي بسموها جيكاب سوت اجتماع اليوم الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق المحلية والهدف من الاجتماع دا هو انطلاق هنا الأنشطة التوعيوية وتتقيف جماهيري في جميع العراضي الوطنية ودي خطوة استراتيجية جديدة للجيكاب لعشان تكون في تواصل مباشرة مع الشعب التشادي خلينا سمع من جزء كلامه في ميكروفون هناك شات انفو انيا سوينة انشاطيف كماسي حاسة سوينة استراتيجية جديدة سوينة نزام جديد عشان ندورو نهجولي الشعب التشادي نورلو ما تكسال ما تود درا اسبور حاناك ما تكسال استراتيجية هكينا دا 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 قو الغي نسمو تاونغول ميتين أو بالفرانسي دا رينيو بس ما نعتقا يقا نسو رينيو نلومو الجاديين كلهم ميتانا فارتيا اي جاديين يجي نيشانجي معايا نسبليكي ليا نورو شغل الغايب شنو الانباك ريق شنو وكسال دا ما نورمال نقصل البسموها بالمسيرة او المظاهرة السلمية للأعزاب الحركة الثورية من اجل الدموقراطية والسلام المقررة اجراها او يسووها يوم الاثنين عشر يوليو وهي محضورة تماما وممنوعة في جميع نحاء البلات والتوجيه داجة من وزير الامن العام والهجرة احرقت المديرية العامة للجمارك صباح اليوم بمدينة تكرة عدد كبير من المنتجات المحضورة وبحضور وزير المالية والصحة ونائب مدعي العام للجمهورية ومسؤولين مدنيين وعسكريين عبدالعزيز محمد بكر والتقرير تحت النار دي 257 كارتون تسعين وعربة كارتون عن الدروق الياتانو تينين تلاتين كارتون عن السجارة اللي بسموها ريال مستير مياه كارتون عن الويسكي الغادة في الأكياسة وأشياء آخر على تلافات كاربتها على جمارك الأم من لغون شاري وحجر لميسا نترجم نترجم سيارة لتقل الأولى وأن تقل الأولى لا تستطيع THIS شيئا من الأولى هذا ما وancEEP يترانسپورته وما يساود لنزا وكانشافه بخبره لهم وما بستعملوا البروديو المياه الفضاء لسنته هنام وايدين كما للجنسو بوسين مش موشوطنين دولك وبروفين. دونك وغلا مساج دا والكلم كله كي اصفيدين البروكيرر. على حسب كلامة للمدية اللاجمهورية زاد الدين آدم قال على تهقیقات خلاص صفته ها عشان بقربوا المجرمين الغادين بهربوا الاشياء اللاممنوعة يقدمون امام الادالة وكل واحد يرد على حسب جريمته. الاخبار المختصرة والاساسية والمقدمة من تلفزيون تشاد انفو مع الزميل جعفر عمر ابو بكر. في واحد بيان صحفي كان نشره يوم الجمعة الوكال الوطني لإدارة الانتخابات المروفة بانش بكونوا ما عنده اي التزام مالي مع البيسات هنا مراقبة الانتخابات الوطنية او الدولية. وقبل ما تنتيهم الوارج هنال اعتماد بكونوا اي واحد من البيسات يتكفل بنفسه الخاص. والكلام ده جاء في الشروط والرسائل هنال اعتمادات المكتوبة فوغا بكونوا الانج ما غارب تقوم بتمويل مالي للبيسات هنال مراقبة. تذكر بكونوا سيادة الوتل والمتايم خلي ما يلوموم وهي مهمية تمرق لوهم وتنتيهم الوارج هنال اعتماد. استقبل اليوم 7 جوان رئيس الوزراء سعادة السفير وان زين سفير هنال جمهورية الشعبية في جات. جاء ليشان بناقشو في الالاقات والتعاون عن بين البلدين وكان تطرقو كذلك لكثير من المجالات الاندى التنسيق العام مشل البنية التحتية والصيحة والتعليم. رئيس الوزراء اشاد باهمية هنال ديبلوماسية الغادة بتزيد في تنمية هنت البلد. بيگا عملية كبيرة لحرقين وتشين هنال مخدرات لبود مسافات هنال كيلومترات من الدرب الماشي جنوب الغربي لمدينة ابشي. هرقين هنال مخدرات والعملية دي جرت به حضور حاكم ملايات وداي وحسب المدى العام لجمهورية هنال محكم الأولية لابشي احاق نيكولا باهمي. غال البرشود والتحريب واستخدام هنال مخدرات دا شای ممنوع في جات وعند عقوبات كبيرة وشديدة للناس القادم برتكبوا الجرائم المشل دي. تمونمية واشرين كارتون هنال مخدرات كان كاربهم وقيمت تقريبا تسا مليار فرانك سيفا والعمل دا بيوصف با التزام اني هنال سلطاتنا جات لي مكافحة التحريب هنال مخدرات وكذالك اللي باهمو المجتمع الوطني. في خلال واحدة حفلة البقد اليوم سبع اليونيو هنه في الجمينة العمال هنال شركة الاتصالات في جات لمو في مقر هنال نقابة الوطنية للعمال القطاع التكنولوجي الاخبار والمعلومات قدموا شعارهم للفريق هنال شركة للتنفيذ اتفاقية شراكة جديدة محمد بدردين محمد والتقرير الاسابيع الطويلة هنال ادرابات في شركة سوتيل جات جي خلاص كملت لانه خلاص الامال ردو بالفريق الجديد الكم بدير شركة سوتيل جات وقدر نفذ الاتفاقية الجديدة هنال شركة عشان دا الامال هنال شركة قدموه لها شهادة ان التقدير وشكر ويرفان وكذلك مباركات للمدير والتخيير هنال دا ما تخيير هنال عانينا بس تخيير في الشركة كله تخيير في الشركة دا نقول شنو الشركات الاخرين دا ما غا يترومونا فيه كونترانانا في شنوانانا مش الارتلو تيغو دا ما غا يترومونا لكن حسا في تلاتة شعر دا لغينا احترام شديد المدير الام هنال شركة سوتيل جات طلت من الجميع لعشان يجبوا مساهماتهم من اجل النتائج السمعة ما خطيت في راسيا انو نستحق شكر شان قاعد نسوي شغل القاي يكفوني لي وشغل اللي جابوني لي اليوم جينا عندنا اربع شهر واظن قالوا لنا اول مرة في كلام هنال سندكات سقاي هجو دا اول مرة شغل مش الدي يسوي لي دار عم ودا نبقى فوق فخورين من جينا في الاربع شهر دا بس كان اليوم ناس ارفوك اننا قدرنا سوينا شغل نحمد الله الاتفاقية الجديدة انت الشركة القانسوا ام 2022 اندى هوافز للنغل والمواصلات من خمسة الاف الى اشرة الاف هنال فرنكا سفا ويزيد لهم ستة الاف في قرشار هقم وكذلك الاطلات كلهم مدفوئة وزيادات فيها لهن وفا ستين الاف الى مئة ويشرين الاف هنال فرنكا سفا نظمت لجنة ملكة جمال كاللوة ساحل لقاع صحفي اليوم الجمعة للإعلان رسميا عن موعد النهاي الكبير لنسختها الثانية 2024 والبسوها يوم السبت 8 يوليو 2024 في مطعم اماندين درايفا نسمع جزو من كلامها للنسخة الثانية دي خدمنا كتير عشان نقدم هفلة كبيرة ومن الاشياء الجدد عزمنا لجنة وعزمنا شخصيات الاندى رقبة في المودة، الثقافة وريادة الامال عشان نقوم الاداة هنال مشاركات وكمان ننظم هفلة كبيرة هنالتاج بمشاركة هنالفنانين وكمان نهتفلوا بالجمال هنال مشاركات ونختم به الادارة العامة هنالشركة اتصالات ارتيل تشات قابلت اليوم الجمعة 7 يوليو 2024 قابلتهم للمديريين المستقبليين وكذلك رؤساء الاقصام هنالمدارس التطبيقية وتدريب الاطفال والزيارة دي تنصب في ادارة البرنامج الاكاديمية ويسمح للشباب لي عشان يزوروا المعاهد الوطنية والدولية مزيد من التفاصيل مع الزميلة حبيبة انجيني محمد الزيارة هنالطلاب الدبات في الشركة هنالاتسالات ارتيل تشادي هدفة واحد بس يأرفوك كيف الشركة قادة تخدم وبدو الزيارة بالسالة هنالداتا سنتر السالة هنالمراقبة والمحطة الأساسية بعد ساعة هنالتجول الديف غالهم يتمونه حقيقة للجهد الكبير الذي قمتم به لاستقبال الضباط الدارسين بالدورة الأولى لقادة سرايا المشاه والدورة الثانية لقادة فصائل المشاه هذه الزيارة الطيبة سنحت لهم بالاطلاع على جهاز ومؤسسة هامة مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا والمدير الام هنالشركة ارتيل تشادي دينا امدو قاله فرحان بالزيارة دي ووصف الدور القاديني الأبو الضباط دول في الامن هنالبلد وزاتي كلامه بكونه الامن الام والاستخرار هنالبلد ده بيتمد في جهوده وكمان قاله اليوم فرحان بالزيارة دي واكيد الديوف هجو ما زملانه وقال مكونهوا واسق فيهم وكيف ارتيل قادي تقديم وكيف هم موكول قاديم بوسهم في الامن والمدرسة هنالتدبيق والتهسين هنالجنود المكونة من الدفقة الأولى هنالكوماندا المستقبلين دي زيارة هنالأول لشركة هنالتصالات والحفلةة كملت بي أنتين هنالهاديه رمزية وبالخبر ده وصلنا لنهاية نشرتنا هي لليوم تلفزيون تشاد انفو اتمنى عليكم السلامة والصحة والعافية في امان الله